طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقات اليوم من كوشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوي موقع إخباري يتساءل أو بيئة مجهولة تفتك باليمنيين؟ هل مر كورونا من هنا؟ موقع ألماني يروي قصة يمني عالق في الهند لقد باع حتى الهدايا التي اشتراها لأبنائه وبناته ومن الصحافة الفرنسية أو الروسية جيران في المغرب يلجأون إلى الاشتباك بالسيوف لحل خلافاتهم أهلا بكم يقول موقع خيوط بأن اليمن لا يتخوف من فيروس كورونا فقط بل هناك أو بيئة أخرى وصفها بالغامضة تفشت مؤخرا ويعنون الموقع أو بيئة مجهولة تفتك باليمنيين؟ هل مر كورونا من هنا؟ يقول الموقع في التفاصيل أن الكارثة الصحية في اليمن لا تقتصر على كورونا فهناك أو بيئة وأمراض غريبة تفشت مؤخرا وتصيب الجهاز التنفسي للمرضى فيما يشبه أعراض الإصابة بكورونا وعجز الأطباء عن تشخيصها بعد حصدها لأرواح المئات خلال الشهور الأخيرة من العام 2019 وبداية العام 2020 وصلت العديد من الحالات المصابة إلى بعض مستشفيات صنعاء ووقف الأطباء حائرين أمام تشخيصها تشرت تلك الأمراض في أغلب المحافظات اليمنية فيما كان يظنها بعض المصابين الفلونزا موسمية خصوصا وأن تلك الأمراض تفشت في فصل الشتاء وما يثير الحيرة بشأنها أن الأعراض التي كانت تظهر على المصابين شديدة وهذا ما يفسر حالات الوفاة التي كانت تتعدى نسبة 25% من المصابين في يناير عام 2020 وفي أوقات متفاوتة وصلت إلى طوارئ مستشفى الثورة بصنعاء أكثر من 6 حالات تعاني من التهابات حادة في الرئتين وسعال متواصل وضيق في التنفس لكن الأطباء والممرضين في قسم الطوارئ لم يستطيع الاقتراب من هذه الحالات أو فحصها خوفا من أن تكون مصابة بفيروس كورونا تم إبلاغ مسؤول الترصد الوباء في المسشفى والذي بدوره أبلغ فريق مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة حضر الفريق متأخرا بعد أن توفيت بعض الحالات فيما تم نقل فريق مكافحة الأوبئة حالتين فقط من الحالات الست المشتبه بها إلى مستشفى زايد دون أن يعرف مصيرهما عن كيف أطاح التحالف بالسياسة في اليمن من كتبت الحائزة على جائزة نوبل السلام توقي الكرمان مقالها الذي تنشره بالقيس وقالت فيه من الأضرار الكارثية التي أنتجها التحالف في بلادنا تفخيخ الحياة السياسية والذهب بها بعيدا نحو الكراهية والخصومة ورفض الآخر كل الأحزاب السياسية اليمنية تقريبا يممت وجهها شطر الرياض فور إعلان عصفتها وتدخلها في البلاد قبل الذهاب كان لديهم قواسم مشتركة كثيرة تجمعهم وحوارات وتفاهمات لم تنقطع قط بدل تعزيز تلك القواسم وجمعهم حول المزيد منها اختار التحالف صناعة الفرقة وتوسيع الفجوة وخلق حالة لا نهائية من عدم ثقة بالترغيب والترهيب وشراء الولاءات وبالكثير من المصالح الشخصية المدفوعة والأكثر من الوعود المؤجلة والمصالح المتوهمة كانت النتيجة نجاح التحالف في الإطاحة بالسياسة وبكل هوامشها وأدواتها في اليمن بقدر نجاحه في تعظيم حضور الميليشيا وإحلالها محل السياسة وأحزابها في البلاد لا أنسى أن أقول هنا أن هذه الأحزاب وقادتها ونشطاءها يتحملون المسؤولية الأولى عن هذه الحالة المأساوية التي أوصلهم إليها تحالف السعودية وأوصل البلاد معهم إليها حتى غدت أرضا مستباحة خالية ولو مؤقتا من أي عمل سياسيا مستقل ومتماسك يحمل مشروعها ويعبر عن مصالحها واستقلالها وسيادتها هي حالة مؤقتة كما قلت فهذا الشعب لن يعدم الحيلة وسيجد ألف طريقة لكي يستبديلهم بقوم غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم كما أن باب التوبة الوطنية مفتوحا لمن شاء أن يتخذ إلى شعبه سبيلا يقول موقع يمن منتر أن عبوات فارغة من مكب نفايا في صنعاء يعاد ملؤها بالمعاقمات والمنظفات ونقل الموقع عن مصادر قولها أن تجارا يقومون بإعادة استخدام العبوات الفارغة بما يطلق عليها مسمى معاقبات ومنظفات لكنها في حقيقة الأمر عملية احتيال ويضيف مراسل يمن منتر جرى إغراق السوق بهذه المنتجات المعروضة والتي تلقى إقبالا واسعا بسبب فيروس كورونا أحد موظفي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ليمن منتر قال إن الهيئة ضبطت كميات كبيرة من المنتجات المعروضة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة أما نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو عبد الوهاب الناشر قال إنه يجري استغلال حاجة اليمنين ببيع مواد غير طبية فالتاجر لا يهتم سوى بالربح المالي والعائدات وأضاف أنه من الصعب أن يتم تغطية السوق المحلي بالمعقبات والمنظفات بسبب الحاجة الكبيرة للكثيرين لكن البضائع المغشوشة ليست بديلا كانت في طريقها لاستلام حصتها الغذائية من المدرسة لكنها عادت جثة هامدة هكذا يصف موقع المصدر ما حدث ويتابع الطفلة لمى اليفرسي توفيت بعد أن جرفتها سير الأمطار في منطقة محادب بمدرية المشنة إب الطفلة ذهبت إلى مدرسة الحرية بالمدرية لاستلام حصتها من تغذية مدرسية وهو بيسكويت يقدم لطلاب المدارس من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء العالمي رغم توقف العملية التعليمية وبحسب السكان فإنه أثناء عودة الطفلة من المدرسة مرت بطريق فيها سيول ليعثر عليها جثة هامدة بعد ذلك يأتي ذلك أو تأتي هذه الحادثة بعد يوم من جرف سير الأمطار لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعمل رعية أغنى في منطقة جبل الرحاب غرب النقيلين بمدرية السياني إب عن تراجع العلم كسبيل للتقدم والخلاص وعن ضياع مستقبل طلاب اليمن كتب زهير هواري مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد وقال في جزء منه رفع الطلاب في بدايات حراكهم ضد حكم الرئيس علي عبدالله صالح في عام 2011 شعارا معبرا يقول الثورة أولا والدراسة ثانيا وعلى هذا الأساس انخرطوا في التظاهرات واعتقل منهم العشرات وزج بهم في السجون من دون أن يتراجعوا أو يترددوا حتى ظنوا أنهم حققوا ما يصبون إليه لكن الحرب اللاحقة بعد تحالف النظام مع الحوثيين نقلتهم إلى مكان آخر ومعها عدت البلاد إلى صورة مشابهة لما كانت عليه أيام الحكم الإمامي من مناطق ممزقة منفصلة بعضها عن بعض وجبهات قتال مشتعلة لا تترك محافظة إلا وأقحمتها في النار في مناخ من هذا النوع تتعطل الحركة الطلابية إن لم نقل أكثر تحتاج هذه الحركة إلى دولة ووزارة تربية تضغط عليها من أجل انتزاع استقلال الجامعات وتحقيق مطالب الطلاب في مناهج متطورة ومكتبات حديثة تواكب كل جديد في عالم النشر داخليا وخارجيا ومناخات من الحياة الديمقراطية تسمح بتفاعل الطلاب فيما بينهم ومع أسات ذذهم وما يدور في مجتمعهم ومنطقتهم والعالم لكنها شاشة الدولة في اليمن أشبه ما يكون بلعنة تطاردهم في القرن الحدي والعشرين كما طاولتهم قبل ذلك وهكذا عادت إلى ما يشبه عصر السلطنات التي زادت يوما عن 17 سلطنة في تعبير عن بلاد ممزقة بين المدين المطوقة المعرضة للقصف والسيارات المفخخة والمعارك الملتهبة في مناخ من هذا النوع تمحى عملية التعليم وتنحدر حتى الحد الأدنى نتيجة الوضع العام ويصبح الأساتذة والطلاب مجرد ضحايا في مطحنة الموت يحاولون تدبير قطرة الماء ورغيف الخبز لهم ولأفراد أسرهم من أخوة وأخوات ما يعني أن المستقبل بات سرابا يبتحد ببريقه عن مرأة عيونهم وجد ألاف اليمنيين أنفسهم عالقين في بلدان العالم المختلفة بسبب إجراءات احتواج جائحة كورونا التي أجبرتهم على البقاء بعيدا في أوضاع لا تطاق طرت بعضهم لبيع مقتنياتهم البسيطة وحتى هواتفهم المحمولة وفقا لموقع ألماني وعنوا مأساة العالقين اليمنيين بالخارج تسأل ضمير المجتمع الدولي وقالت خلود الحجري لموقع الدي دابليو غصة في حلوقنا في هذا الشهر الفضيل كلما بدأنا الإفطار في غياب أبي العالق في الهند منذ ما يقرب من شهرين بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا وتقول اليمنية عن والدها الذي وجد نفسه غير قادر على العودة إلى بلاده وهو واحد من آلاف اليمنيين في بلدان العالم المختلفة كانت عودتهم مقررة لكن جائحة كورونا أجبرتهم على البقاء بعيدا في أوضاع مأساوية يعمل والد خلود مدرسا غادر اليمن لمرافقة زميل له يعاني ورما في الدماغ قرر طلب العلاج في الهند لأن عودته تعثرت وتتابع خلود لموقع الدي دابليو عربية مهما قلت أو تحدثت لا أستطيع إيصال ما بداخلي وإخوتي من فقدان واشتياق وخوف على والدي ولا نعلم كيف يأكل أو يشرب وهو الذي تعود على أن يكون بيننا يقول الموقع أن اليمني الأب لثلاثة بنات وأربعة أولاد والعالق في الهند ضمن المئات من اليمنيين الآخرين اضطر لبيع بعض المقتنيات بما في ذلك الهدايا التي كان قد اشتراها من الهند لأبنائه لتحمل نفقات البقعة عن عودة الأعمال إلى الصين وعودة الحياة إلى مرافقها عنونة شبكة البي بي سي فيروس كورونا كيف عاد الصينيون إلى أعمالهم بعد قضاء شهور في الإغلاق العام على الرغم من أن بعض الموظفين وليس كلهم عادوا إلى أعمالهم قررت عدة شركات تخفيض عدد ساعات العمل والأجور بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وفي المقابل يعمل بعض الموظفين لساعات أطول حتى تسترد الشركة عافيتها اقترحت السلطات المحلية في أنحاء الصين منح الموظفين عطلة يومين ونصف في نهاية الأسبوع لتشجيع المستهلكين على الإنفاق لكن هذه الخطة الجديدة اختيارية والشركات مطلقة الحرية في اختيار الكيفية التي تطبق بها ورغم ذلك لم يغفل الصينيون عن فيروس كورونا إذ يخشى المسؤولون الصحيون من مخاطر تفشي موجة ثانية من العدوى ويقيس أفراد الأمن على مداخل الكثير من المباني التجارية والسكنية درجات حرارة رواد المباني قبل الدخول وتقول أماليو التي تعمل في إحدى شركات التأمين الكبرى التي تمتلكها الحكومة الصينية إن الشركة تلزم الموظفين بارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي ويحرص الجميع في المطعم على ترك مسافة كافية بينهم وبين الآخرين وأصبحت أوقات الحضور والانصراف في الشركات أكثر مرونة مما كانت عليه قبل الإغلاق لمراعاة التأخير بسبب التباعد الاجتماعي في وسائل النقل والحيلولة دون تزاحم الموظفين عند دخول المباني والخروج منها عدن الغد نشر مقالا لعادل الأحمدي ركز فيه على ما أصاب اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على عدد من مدن البلاد وضاف تماما مثلما تستر ملالي طهران على جائحة كورونا التي انتشرت في إيران في وقت مبكر لتنفجر معدلات الإصابة بعدها بشكل كبير ويصل الفيروس إلى بعض شخص النظام وأركان حكمه بل وبعض مسؤولي الصحة وموظفي السلك الدبلوماسي على ذلك المنوال يمضي ذراع الملالي في اليمن بنفس الطريقة بالتستر رغم تواتر الأنباء عن وجود حالات تحمل نفس أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زلنا نأمل أن تكون المدن الخاضعة لسيطرة الحوثي خالية بالفعل من كورونا ولكن الشفافية التي ظهرت بها وزارة الصحة في الحكومة الشرعية والتي أعلنت عن إصابة في ثلاث محافظات يمنية وكذا الدلائل المتكررة من بعض المرافق الصحية بصنعاء ترفع من منسوب الخطر وتجعل من مسألة الوثوق بنفي الحوثيين المتكرر لوجود الفيروس أمرا مشكوكا فيه سيما وأن هذا الأسلوب في النافي هو ذاته ما اتبعته سلطة الملالي في طهران ونكبت على إثره الألاف من أبناء الشعب الإيراني المنكوب منذ أربعة عقود بالنظام الملالي الحقيقة أن اليمن أصيب منذ انقلاب الحوثيين في 2014 بأوبئة عدة مات بسببها الألاف من المواطنين مثل الكوليرا وحمضانك ودفتيريا وقد تعاملت الميليشيات مع هذه المصائب وكأنها محطات لنهب الأموال والسطو على المساعدة الخارجية فيما ظلت الأوبئة في انتشار دائم والخلاصة التي لا مناصة من تأكيدها أن اليمن سيظل منكوبا في معيشته وصحته واقتصاده وتعليمه وأرواح أبنائه طالما ظلت الجائحة الحوثية تحكم القفضة على جزء عزيز منه في كل مأساة هناك من يستفيد ويجن الأرباح ففي حال كورونا وجد بعض رجال الأعمال فرصة لزيادة ثرواتهم وإن لم يكنوا قد تعمدوا ذلك وفقا لموقع الجزيرة نت بفضل كورونا أثرياء أمريكا ازدادت ثرواتهم بمقدار 238 مليار دولار كشفت دراسة أمريكية بشأن الأثرياء في البلاد أن ثروة ثمانية منهم سجلت ارتفاعا بنحو 238 مليار دولار في أقل من شهر بسبب فيروس كورونا ويأتي على رأس قائمة هؤلاء المستفيدين الملياردير جيف بيسوس مالك صحيفة واشرطن بوست ومؤسس أمازون الذي ازدادت ثروته بفضل عمليات الشحن عبر الأنترنت بقيمة 25 مليار دولار في يناير كانون الثاني و 12 مليار في فبراير شباط ويرجع الارتفاع الكبير في ثروة بيسوس إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها شركة أمازون عملاقة تكنولوجيا والبيع بالتجزئة بعد زيادة طلب العملاء بسبب إجراءات الإغلاق واترار الناس إلى البقاء في منازلهم الأشخاص الذين ظهروا في المغرب وهم يتشاجرون ويشتبكون بالسيوف اتضح أنهم جيران وقد حدث خلاف بينهم فقرروا حله عبر السيف وعننا موقع آر تي الروسي مشاجرة عنيفة بالسيوف في فاس المغربية والأمن يتدخل وقال الموقع أن العناصر الأمنية المختصة بمدينة فاس المغربية ألقت القبضة على المشتبه بهم على خلفية الشجار العنيف بالسيوف الذي شهدته منطقة سيهيب الورد يوم الجمعة الماضي وتمكنت أمس السبت القوات الأمنية من توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و50 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة وذلك للاشتباه في تورطهم بقضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وتبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء وفي التحقيق تبين أن الخلاف يتعلق بسوء الجوار نشب بين أفراد عائلتين في مدينة فاس وأسفر عن إصابة اثنين من المشاركين فيه بجروح بلئة صحيفة الجاردين البريطانية نشرت صورا أظهرت الدمار في سوريا وصورا أخرى متنوعة نشاهدها معكم في هذه الجولة عدد من رسوم الكاريكاتور التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر هذه الجولة موسيقى 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 وبهذه الرسومات نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى